سألت النهار ولادة جديدة أم خيبة جديدة متحدثة عن انتخابات العام 2022 بعيون غسان حجار هل هي ولادة أم خيبة؟ أنا أميل إلى أن تكون هذه ولادة جديدة مش خيبة رغم أنه اليوم عم بيصير يمكن فيه تلاعب ببعض النتائج أو محاولات استثمار بعض العناصر المفيدة لقوى السلطة ولكن بنا نقول أنه أنا برأيي انتفاضة 17-20-2019 ما فشلت وبلشت تتبين نتيجها اليوم عبر عدة عوامل أولا أنه في وجوه تغييرية بلشنا نشوفها ولو بأعداد منا كتير كبيرة فيتي على المجلس في سقوط لرموز كبيرة هي كمان بلشت تسقط وتنهار فيه تالت شغلي أنه القوى اللي رجعت على المجلس مرة تانية هي مضطرة تعمل تغيير جذري بأداءة لأنه المرحلة المقبلة هي غير المرحلة اللي مضيت لا الزعماء عادوا بنفس الهيبة ولا بنفس القوة ولا بنفس القدرة على التحكم بالناس فاليوم الزعيم اللي كان ينطرك ساعة على الباب صار اليوم بضيطلع يستقبلك على الباب وبأوسك ويفوتك لأنه الناس تغيريت والناس إرفيت والناس حلت فيها مصائب كتير بيحملون إياها فما بقى مستعدين لهيدا الأرف ولهيدا التعامل ولهيدا التكبر من شان شو ما أنتوا ما خدمتونا مدى العمر بالعكس وصلتونا إلى الانهيار والانفجار وكل شيء من المصائب اللي حلت بالبلد فكرمال هيك المزاج كله تغير الناس الأداء رح يتغير الأحزاب رح تتغير اليوم النتيجة الأولية اللي بتأدي لفوز حزب مثل القوات اللبنانية بأعداد كتير كبيرة رح تخلي الأحزاب الكبرى بالبلد تعيد النظر بأداءة وتحديدا حزب الله لأنه رح يشوف أنه قدامه خصم لأله رح يروح يتحدى بعقر داره بالحكومة بمجلس النواب لأنه رح يفرض إيرادته رح يفرض ناسه رح يفرض أداء مختلف فهيدا الشي رح يخلي كل الناس تشتغل بغير طريقة استاذ غسام حجر هل تميل إلى الموافقة على مصطلح صفعة تلقاها حزب الله إذا كان ليس على مستوى الثنائي الشيعي هو من نسميه الثنائي الشيعي في لبنان ولكن على مستوى حلفائه على الأقل هل هي صفعة باعتقادك أم لا؟ أنا بدول في انتكاسي يعني إذا ما بدول صفعة الأد أوية في انتكاسي أصابت الحزب عبر كل حلفائه من كل الطوايف عمليا غياب الرئيس الحريري يمكن كانوا بيعتبروا أنه لازم يصب مصلحتهم تماما ولكن ما صار هذا الشي الحلفاء المسيحيين تراجعوا بشكل كتير كبير الحلفاء الدروس شبه سقطوا بشكل كبير يعني واسع عند السنة ما كانت الأرقام اللي هني متوقعينا كانت المشاركة كتير ضعيفة نجح الرئيس الحريري بالمقاطعة الأصوات اللي أخدوها عمليا ما كانت أوية فكل المناطق حتى بالمناطق الشعية في انتكاسي فعمليا في انتكاسي كتير كبيرة على كل المستويات وهيدي تستوجب إعادة نظر جاذرية بالأداء على كل المستويات وكرمي لك أنا متفائل أنه كل الأطراف السياسيين بالمرحلة اللي جاية مش رح يدروا يشتغلوا بطريقة الأمس موسيقى موسيقى